أول خبر حيكون معنا عن التعدلات الوزرية خلينا نروح لزميلتي شرين مجزي المتواجدة في مقر البرلمان شرين أنا سأذهب إليك وأترك إليك الكلمة والتفاصيل كلها معيك تفضلي برحب بك نانسي وبرحب بأستاذ المشاهدين بالفعل من داخل البرلمان في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم عقدت جلسة طريقة لمجلس النواب وذلك بدعوة من السيد رئيس عبد الفتاح أسيسي للنظر حول إجراء مجموعة من التعدلات الوزرية لثلاثة عشر حقيبة وزرية بالفعل في نهاية الجلسة وافق أعضاء مجلس النواب جملة على هذه التعدلات في نهاية الجلسة بالأغلبية برفع الأيدي وبالفعل تم إقرار هذا التعديل الوزري والذي نصارت فيه الأسماء السيد خالد عبد الغفار وزيراً لأصحة والسكان السيد محمد أيمن أحمد عشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي السيدة سوها سمير جندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وشؤون المصريين بالخارج السيد أحمد عيسى وزيراً للسياحة والأثار السيد أحمد سمير محمود وزيراً للتجارة والصناعة أيضاً السيد محمد عباس حلمي وزيراً للطيران المدني السيد حسن محمد حسن شحاتة وزيراً للقوى العاملة وسيدة نيفين الكلاني وزيراً للثقافة وسيد هشام أمنى وزيراً للتنمية المحلية وسيد محمود عسمط وزيراً لقطاع الأعمال وأيضاً السيد محمد صلاح أدين وزيراً للإنتاج الحربي وسيد هاني سويلم وزيراً للري والموارد المائية وسيد رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني ما حدث يأتي تطبيقاً للفقرة الثانية من المدى 147 من الدستور والتي تنصل رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزري بعد التشور مع رئيس مجلس الوزراء وبموافقة البرلمان بأغلبية أعضاء الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء إذا تحدثنا عن سبب يعني انعقاد هذه الجلسة كجلسة طريقة هو أن التعديل الوزري جاء في وقت غير لدور الإنعقاد العادي لمجلس النواب وبالتالي تم دعوة مجلس النواب لإنعقاده في جلسة طريقة إذا تحدثنا أيضاً كان هناك تدوينة للسيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيشبوك تحدث أن هذا التعديل الوزري جاء بعد التشور مع رئيس مجلس الوزراء وجاء ذلك لتطوير الأداء الحكومي في عدد من الملفات الهمة سواء داخلياً أو خارجياً والتي تعمل على حماية مصالح البلاد وتمثب بشكل مباشر المصالح الخاصة بالمواطنين في نهاية هذه التدوينة توجه السيد الرئيس بالشكر والتقدير لأسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم وتمنى التوفيق والنجاح لأسادة الوزراء الجدد ربما هذا ما لدي أعود إليكي نانسي مرة أخرى في الاستوديو